مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العامل الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت عارف خلا شو ما هي الطاقة اللي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر اللي مستعد يقفز من اعلى التلة هذه ايضا الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوفه هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعد تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمد لله انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل؟ طاقة المستقبل ثلاثة السيوف الطاقة اللي راح تحتاجها أربعة الأخصان اهني انكشفتلك أمور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما اهني انت نويت ان تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وين تضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على منه عشان ايضا ما حد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نبوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين الفرتات عشان تكتمل عندنا القراءة الشمس الخماسي الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف هنا اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجود اربع الاخصان هنا يقولك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح بها من اجل نفسك خلنا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف ان طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبا فلما قلت لك يا برج الجدي في اخرين كانما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال احني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجدي هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقول لك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة هني وازن قراراتك خلا نشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك اوكي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كارتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا يكون حمل ممكن ايضا انك تتعامل مع برج هوائي هني اوكي خلا نوضح اربعة الاخصانة شفت هذا الشخص شلون قاعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اوهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اوهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين تريد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزيل نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انتهى الوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هنية هي اللي خلتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست بالشيء الهيين ليست بالشيء الهيين ليش خصوصا هنا لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء ذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برد الجديد التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هنا جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوي هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقبع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كرت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتها راح اهني شوف مو قلت لك انا راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع والحمد الله من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كفير التفكير لما في شخص يزعل منه او هو يزعل من شخص الظل يعيد ويزيد ويفكر ويفكر ما يتوقف عن التفكير وهو يسموني دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذا طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما قدر هنا احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هنا برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نيتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسئوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تظل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النطوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذا القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجديد هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف لحقائق او الكرت العالم اما انت او الشريك الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هني للسفر رغبة قوية ربعا كرت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف كأنما لان اشوف هني هذا الشخص حاول ان يتفاهم معك يتواصل معك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا الالم او هذا النوع من النهاية فما بقول لك هنا النهاية لان قلت لك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معنات انه ما في طريق لك في المستقبل معا هذا الشخص ملك الارض هذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من اوه لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما هو انه الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجع لك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان يأخذ متنفس خلا نقول ورح يرجع لك وانت وافق اني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارطباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فاتطاقة لك انه تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارطباط الزواج نفسه اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوف هني طاقتك الطاقة تقول لك ان هذا الشخص مهما بتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه اي نوعي يتجدد ما يظل مستقر انت هني عندك طاقة الاستقرار ابقى في مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول في نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة لك انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك انما هني اشوف الطاقة بل جديش قلت لك انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشي طريقته الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تيجي على باله ويرجع لك رح حين نوضح الكرتات هذا الكرت الامبراطورة ممكن انك تتعامل مع ميزان هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر و لكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس الارض كأنما ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجديء المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة و رح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجديء للرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض و قال لك اذا الامور ما رح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما درش لون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور ما رح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجديء نعم تملك الكثير و عندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقول لك رح ابتعد مزاجي دعنا نشوف ثلاثة سيوه عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شركك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيرة لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا للعكس هذا الشخص او هو اللي يقول لك احنا اصدقاء انا لا اريد الارطباط انا اريد ان ارحل اسافر اعكس الطاقة ولكن اهني اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطاء حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كرت ملك الار الكوب الاول هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس ان انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبت لي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة تعاملني كشريك ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك احنا نتكلم عن الشراكة نفسها اشلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن من اللي ما قلت لك هذا الشخص احس انه مهما بتعدت عن بعض في النهاية بينكم طريق وانكن في المستقبل اخر كرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلت لك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هنا لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخلتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار فيه اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا نقول له الثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تهتم كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي اهني في النهاية فيه التقاء فيه طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك براءة جدا جميلة يا برج الجدي خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة حال نشوف اول كات ملكة السيوف دلو ميزان جوزاء تسعة السيوف ثمانية الاكواب الخماسيين ملكة الاكواب عزيزي برج الجدي في شخص الجهة اللي قاعد يتقدم عليها انزين او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ضاهرة ظاهرة جاف ولكن داخل انسان مخذول انسان مخذول هنا يقولك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الاكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقولك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي فيه تعاون رح تلاقي فيه تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم فيه الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد تفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع اساوي كذي ما ينفع اساوي كذي ولكن يقولك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ تجرب حتى على الاقل جرب جرب من اجل التسلية لا تأخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشي اللي ان تريد ان تحققها اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هنا عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف انه في طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف في تعاون من جهتهم هني كأنما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معهم رح تلاقي انه في تعاون من جانبهم وفي حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون مع الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلتشوف ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو وشهر ستة هاكي هذا الكارت طار The Metal King عشرة تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا الى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة او جميلة بغض النظر وصلنا الى ختام Metal King هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وايضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن Discipline Discipline بالعربي هو الانضباط Armor الدرع اللي يلبسها و Boundaries الحدود شوف ان هذي رسالة عاطفية لك اكثر من انها عملية هؤلاء الاشخاص سوري الشريك اللي تتعامل معه شوفنا احنا من شوي ان عنده كارت الرغبة في السفر الرغبة في ان يغير شويه من من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبة انه يسافر من اجل عطلة او يرحل شويه مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف اكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب ان اي احد يقف في وجهه او طريقة ولو جرب احد يقف في وجهه شوف منظره جاف لو جرب احد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف فان يشوف شان اطاقة لك النصيحة انت اخذ طاقة المياه طاقة الانسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تحتذر ايضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص يشوفه اللي في بالك خصوصا اذا كنتم متباعدين او زعلانين لحد الان يشتاق لك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف انه ما صار جافي لانه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وانت تطري على باله ولكن لحد الان مش مستعد للرجوع الى العلاقة وان يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك ان لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى ان نطلع لنا هنا من شوي فارس الارض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس انه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك وراح اسحب لك طاقة الحيوان اللي راح تحتاجها خلال شهر يونيون بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هنا يقول لك انت لازم شوية في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الاشخاص اللي مستعدين على طول ان يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لان اذا ما الهيت نفسك بامور ثانية راح تظل اتفكر في هذا الشخص اشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هنا عندنا الطاقة المائية عقرب حود سرطان وعندنا ايضا طاقة الابراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم انت ايضا تشتت نفسك ليش؟ لان اذا طاقة حتى في التخاطر دائما تفكر في ما قاعد تعطي الحيز الكافي ان يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الألم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينك لازم تعطي حيزة واذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك راح يساعدك خب منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خلي تعاون معك اسمح له ولكن لا تطيل معه الحديث لا تطيل معه التعمق في العلاقة لا تتعمق مع الأشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو اتمنى الى كرتوفي وشكرا